اهلا بحضراتكم من جديد زي ما احنا شفنا في الجزء الاولان من الحالة غطينا تغطية كاملة لكل الاحداث في تونس احداث منتخب مصر الشباب واتمنى من هنا وزارة الشباب والرياضة والدكتور اشرف صبح يتم فتح بابل التحقيق بعد انتهاء البطولة زي ما قلنا اللعيبة مصرة انها تستكمل البطولة متباكي ثلاث مباراة لمنتخب مصر منتخب تونس والمغرب والجزار اللعيبة دي ونوعية اللعيبة دي والمواهب اللي عندنا قادرة انها تاخد التسع نقاط ويصعدوا رغم المشكلة ورغم الحدث اللي حصل لكن ما يفعش الموضوع يعدي مرور الكرام خاصة انت بتصرف على الجيل ده بالك ثلاث سنين بتعدوا ان يكون نواه لمتخب مصر الاول الفترة القادمة